شكى مواطنون في مدينة عدن من اعدام المشتقات النفطية ما أدى إلى شل الحركة وتراجع كبير في دخل سائق سيارات الأجرة وتوقف معظم الطلاب عن الذهاب إلى المدارس والجامعات المهرية تنقل جزءا من معاناة عدن على لسان سكان المدينة معاناة كثيرة صاحب العمل ما يقدر يتحرك صاحب المرض ما يقدر يتحرك صاحب مقاضي البيت ما يقدر يتحرك إلى متى هذه المعاناة الله أعلم معاناة النفس زادت وزادت أجرة المواصلات ومع ذلك أزمة لم يستطع أحد من الزبان والنساء والأطفال للركوب للمواصلات وبعض الطلاب انسحبوا من المدارس في زيادة أجرة المواصلات الشعب مل من هذا الظروف من هذا الوضع الصعب نريد حل جذري يعني يشلوا الحركة الناس تستيجي تستغل الناس تستيجي تروح الكلية تروح المدارس كل شي طبار لا مال لا بترول لا كهراب كل شي يعني أزمة البلاد للهاوي غلق موت البشر موت العباد والله كل الناس الآن اللي كان عزيز الآن يشحت هذه الأزمة بطرول بطرول لنا بهب ذهبنا معدل معدلنا كل حاجة حقنا ويزفروها ويضعوا 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 الغار عندنا آبار 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 تستغل بطرول ويضعوا الغاري واحنا في الأهله معدوم مننا هذه كريمة هذه التحاري اشتركوا في القناة